يسعد أوقاتكم نحن اليوم يوم 28-2012 سنة 2023 نصيحتي لإلك أخي أو أختي من أي ديانة كنت أوعك تنيها يستنى غلط مع رب العالمين نهيها بشكل صحيح وبدأ سنة 2024 بشكل صحيح مع رب العالمين وربنا عز وجل ما رح يتركك كيف تبدأها بشكل صحيح بدل ما تروح تشتري فتش صواريخ وغير وغيرات وتضربها ولهو تلوث البيئة لا هاي المصاري قد ما كانت قليلة تصدق فيها لإنسان محتاج بدل ما تروح على المطاعم يوم 31 الشهر على المطاعم والكزونات هاي المصاري كمان تصدق فيها حتى لو قليل تصدق فيها لإنسان محتاج الساعة 12 بالليل بالساعة 0 ابدأ بصلاة التسبيح لله عز وجل وشوف ربنا عز وجل كيف رح يكافأك يعني كيف انت كنت بسنة 2023 مهموم متضايق أمورك ما عم تمشي عليك ديون صدقني ربنا رح يقلب حياتك قلب كيف يعني قلب رح ربنا عز وجل يرزقك من حيث لا تحتسب رح يزيل همك رح يضيق الطاقة الإيجابية رح يديلك نفسيتك رح تطمأن مع الله عز وجل صدقني إنهي صح وابدي صح مع الله عز وجل وربنا رح يكافأك بتمنى لكم سنت خير للجميع وشكرا لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر